الفصل الثاني عشر زواج قطز وجل النار ونهاية المعز وشجرة الدر وانتصف الليل وانفضت جموع المدعوين والمدعوان وسكنت أصوات الغناء وألحان المزاهر والعيدان وخفتت الطبول وتناعست عيون المصابيح وأخذ الخدم يرفعون الموائد ويطوون الأخونا وأرخيت الستائر على الجناح الميمون وخل الحبيبان السعيدان السؤال الأول والسؤال المعتاد تخير الصواب انفضت مرادفها انهزمت او ابتعدت او انصرفت طبعا المقصود انصرفت تناعست عيون المصابيح تعبير يوحي بانطفاء أضوائها او بنعكاسها او بضعفها بضعفها الأخونا مفردها خاء او خوان او خوة الأخونا مفردها خوان كل ما يوضع عليه الطعام سؤال آخر كافأ المعز وشجرة الدر المملوك قطز لشجاعته في تخليصهم من عدوهم وضح ذلك قام قطز بعمل جليل لأستاذه ولشجرة الدر حين قتل أقطاي فرقاه المعز وقلده أكبر المناصب كما أن شجرة الدر زوجته جل النار بل قامت بنفسها بتزيينها وزفيها إليه سؤال آخر بين لماذا دب الخلاف بين المعز عز الدين أيبك وشجرة الدر واذكر وسائل كل منهما للتخلص من الآخر في البداية تعلمون رأى المعز أن شجرة الدر تريد أن تنفرد بالسلطة دونه وتريد أن تكون هي كل شيء كما أن شجرة الدر غارت من زوجة المعز التي عاد إليها عز الدين أيبك وخشيت من زوال سلطتها ومكانتها وقد أرسلت شجرة الدر إلى الملك الناصر صاحب دمشق تعرض عليه الزواج منها ليصبح ملكا لمصر وتتكفل هي بقتل المعز عز الدين أيبك هذا ما صنعته شجرة الدر أما المعز عز الدين أيبك فقد حاول الزواج بأخت الملك المنصور لكنها رفضت فبعث إلى صاحب الموصل يخطب ابنته فقبل لكنه حذر المعز من شجرة الدر وأعلمه باتصاراتها بالملك الناصر الفصل الثالث عشر قطز يتولى الملك ويستعد لغزو التتار فلم يكد نائب السلطنة المصرية يسمع بما حل ببغداد من نكبة التتار وبتحفز هولاكو للانقضاض على سائر بلاد الإسلام حتى ثارت شجونه وتمثلت له ذكريات خاله جلال الدين وجده خوارز مشاء السؤال الأول تخير أدق إجابة تحفز هولاكو مراضي في كلمة تحفز اهتمام أو إصراع أو استعداد التحفز هو الاستعداد مفرد كلمة شجون شجي أو شجن أو شجو مفرد شجون شجن أي الحزن والهم سؤال آخر وضح النكبة التي حلت ببغداد على أيدي التتار دخل التتار كما تعلمون بغداد فارتكبوا فيها أبشع المذابح قتلوا الخليفة شر قتله وانتهكوا أعراض النساء وسرقوا الدور وخربوا المساجد وألقوا الكتب في نهر دجلة ودمروا كل شيء قابلهم سؤال آخر ما وقع سقوط بغداد على شعور المصريين وما دور نائب السلطنة في ذلك حين علم المصريون بما حدث في بغداد كان وقع ذلك عليهم شديدا جدا ساد الخوف والذعر بينهم بل شاع بينهم أن التتار قوم لا يغلبون ولا يهزمون لذلك عزم فريق منهم على الرحيل بل إن بعضهم قد باع ما يملك بأبخس الأثمان حتى يترك مصر فرارا من وجه التتار أما نائب السلطنة فقد بدل مجهودا عظيما حتى يطمئن الناس وأفهمهم أن التتار ليسوا إلا بشرا كما أن الله عز وجل أعز المسلمين بالإسلام فهم أقوى من هؤلاء الوثنيين الكفار لذلك سوف ينصرهم الله عليهم الفصل الرابع عشر معركة عين جالوت تعلمون يا إحبابي في هذا الفصل أن هذه المعركة كانت المعركة الفاصلة وقد انتصر فيها قطز على التتار وعين جالوت بلدة تقع في الشام تعالوا معي إلى الفقرة قضى الملك المضفر عشرة أشهر من ملكه لم يعرف للراحة طعما ولم ينم إلا غرارا بل ملأ ساعاتها كلها بجهود تنوء بها العصبة إلى القوة فقد كان عليه أن يوطد أركان عرشه بين عواصف الفتن وزعازع المؤامرات السؤال الأول تخير الصام مراضف كلمة تنوء تثقل أو تصعب أو تشتد تثقل مضاد كلمة يوطد يقلل أو يخفف أو يضعف عكس يوطد يضعف سؤال آخر لم ينم إلا غرارا بما توحي هذه العبارة لم ينم إلا غرارا يعني لم ينم إلا قليلا توحي بشدة الإجهاد والتوتر والقلق سؤال آخر ما الإجراءاته التي قام بها الملك المظفر في مواجهة التحديات تعلمون أن الملك المظفر قطز قد بذل جهودا عظيمة منها القضاء على عناصر الفوضى ومنها كذلك الضرب على أيدي المفسدين كذلك معالجة أمراء الممليك باللين مرة وبالشدة مرة أخرى كذلك منها تقوية الجيش وزيادة عدده وأسلحته ومنها كذلك رفع الروح المعنوية للجنون الفصل الخامس عشر قطز يحاكم الخونة ويتوجه إلى دمشق وكان في هؤلاء الخونة مالك من ملوك آل أيوب انضم إلى التتار قاتل معهم المسلمين يوم الغور قتالا شديدا فأمر به السلطان فجيء به إليه يرصف في قيوده السؤال أول أكمل يوم الغور هو طبعا هو يوم عين جالود معنى كلمة يرصف في قيوده يرصف في قيوده أي يمشي متعثرا لأنه مقيد بهذه الأغلال مضاد كلمة الخائن الأمين آل آخر ماذا فعل السلطان بهذا الملك تعلمون أن السلطان قتله بيده جزاء خيانته للمسلمين حتى يكون عبرة لمن يخون وطنه ودينه آل آخر كيف حاكم قتز أسراه من المسلمين بعد معركة عين جالود كان يسأل كل أسير عن اسمه واسم أبيه ويسأله عن مدى معرفته بالتطار وعن السبب الذي من أجله حارب معهم فإن تبين له أن للأسير عذرا من اضطرار أو إكراه أوضح له السلطان سوء عمله واستتابه وضمه إلى جيشه أما من لم يكن له عذر فقد أمر السلطان بقتله الفصل السادس عشر نهاية حكم قتز قاهر التتار وبداية حكم بيبر ولما سمع الناس بمصرع الملك المظفر وقدوم بيبر سلطانا مكانه أراهم هم عظيم وحزنوا على الملك حزنا شديدا أما الشيخ ابن عبد السلام فلما بلغه موت تلميذه العظيم بكى وانتحب كان مما قاله فيه رحم الله شبابه لو عاش طويلا لجدد شباب الإسلام السؤال الأول تخير الصواب جمع كلمة هم همم أو هامات أو هموم أو هوام الهم جمعه الهموم مضاد كلمة انتحب رحب أو هلل أو هتف أو قهطها مضاد انتحب قهطها سؤال آخر ماذا فعل بيبرس بعد توليه الحكم ليرضي الناس وكيف عرف حقيقة قطز وجل النار تعلمون يا أحبابي أن الناس في البداية كانوا يكرهون بيبرس لكنه حاول أن يتقرب إليهم فألغى الضرائب التي كانت مفروضة عليهم قبل ذلك كما قاتل أعداء الإسلام من التتاري والصالبيين وجعل مصر إمبراطورية عظيمة قوية غنية وقد عرف حقيقة قطز وجل النار عندما كان يقلب في أوراق الملك المظفر قطز فعثر على رسالة موجهة إليه من ابن الزعيم عرف منها أصل قطز وأنه هو محمود ابن ممدود وجل النار هي جهاد ابنة خاله جلال الدين بن خوارز مشاء سؤال أخير جدد شباب الإسلام وضح الجمال في هذا التعبير مبينا أثره في المعنى هذا تعبير جميل فهو استعارة مكنية شبه الإسلام بإنسان يستعيد شبابه مما يدل على عظيم أثر قطز في رفعة الإسلام وعلوه بهذا يا أحبابي نكون قد انتهينا من مراجعة قصة وإسلاماء ألفت انتباهكم إلى ملاحظة أخير عليكم عند قراءة أي فصل أن تركزوا على شيئين اثنين أما الشيء الأول فهو الأفكار الرئيسية أو الرئيسة التي وردت في الفصل وأما الشيء الآخر فهو معاني المفردات ترجمة نانسي قنقر